موسيقى هذه الوقفة وهذه المسيرة هي مسيرة وفاء وتجديد العهد مع المقاومة الفلسطينية المسلحة التي تضيق هذا الكيان الخبيث الوحشي النازي تضيقه الويلات بالرغم بطبيعة الحال ما تتلقى عدد الشهداء اليوم تجاوز لأربعين ألفان وأغلبهم من الأطفال ومن النساء ولكن نبارك للمقاومة الفلسطينية نبارك للشعب الفلسطيني هذا السمود السمود المبني على الإيمان المبني على الحق في الأرض المبني على المقاومة ضد اقتصاب الأرض وضد اقتصاب الأمة اليوم كذلك جئنا لننبه ولنتوجه إلى أنظمتنا العربية والإسلامية ولننبنهم ونقول لهم أن الأمر لا يقتضي وهذا الكيان لا يعني فلسطين لوحدها ولا يعني لبنان لوحدها عينه على الأمة العربية والإسلامية لذلك علينا أن نتحد علينا أن نتجاوز الخلافات علينا أن نكون صفاً واحداً لمجابهة هذا العدو الذي يريد بهذه الأمة كلها الويلات لكنه مع ذلك إن شاء الله رحمن الرحيم سيندحير وسينهزيم وسيتحرر فلسطين وستحرر قبلة المسلمين الأولى وسيحرر القدس الشريف والأقصى المباركة مسيرة الشعبية المغربية اليوم بعد مرور عام على انطلاق معركة الطوفان الأقصى جاءت لكي تعبر عن موقف ثابت راصخ لدى الشعب المغربي ألوه هو النصرة غير المسروطة والدعم والمساندة للمقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني والموقف الإدانة والاستنكار الشديد للعدوان الصهيوني للعدوان الأمريكي للتواطئ الغربي للخزلان العربي والإسلامي تجاه ما تشهده فلسطين وما تشهده غزة والضفة والقدس من إبادة همجية للكيان الصهيوني جئنا مرة أخرى لكي نسجل هذا الموقف الذي يعبر عن الشعب المغربي بمختلف قواه بمختلف انتماءاته الفكرية والجغرافية بمختلف مدنه وقرىه نحن إلى جانب فلسطين نحن كلنا فلسطينيون كلنا مقاومون ولا يمكن أن نأبه لبعض التشويشات التي تطار من قبيل بعض النزعات الطائفية التي يراد أن يخلق بسببها يعني انقسامات في الصف العربي والإسلامي في الصف المناصر للمقاومة نقول أن اليوم ليس فقط المغرب ليس فقط العالم العربي والإسلامي اليوم العالم إما أن تكون مع فلسطين إما أن تكون مع الحق إما أن تكون مع الأبرياء إما أن تكون مع الدفاع الشرعي للفلسطينيين عن أرضهم وعن مسجدهم وعن شعبهم وإما ستكون إلى جانب الظرمة إلى جانب الصهاينة إلى جانب الظالمين إلى جانب المجرمين إلى جانب الإرهابيين فالفرز اليوم فرز واضح إما أن تكون مع المقاومة وإما أنت ضد المقاومة ولو بصمتك فاليوم المغاربة بمختلف قوىهم جاءوا ليعبروا عن هذا الموقف الذي عبروا عنه منذ السابع من أكتوبر وقبل السابع من أكتوبر وبعد السابع من أكتوبر بعام نحن سنظل إلى جانب شعبنا الفلسطيني إلى حين تحرير فلسطين إلى حين ضحار الصهاينة وإلى حين تحرير المجرد الأقصى وهي مناسبة أيضا لنجدد موقفنا مطالبتنا لبلادنا ولمختلف الدول العربية لوقف كل أشكال التطبيع والتعاون مع هذا الكيان الصهيوني المجرم هذا الكيان الذي لا يشرف أي كان أن يكون على علاقة معه فنقول أنه أين الأوان لبلادنا أن تغلق بشكل رسمي ونهائي مكتب الاتصال مع الكيان الصهيوني وأن تحل النجنة البرلمانية للشاركة وأن تقطع كل اتفاقات تعاون فالمغاربة والفلسطينيين هم شعب واحد ونحن نعتبر القضية الفلسطينية مع القضية الصحراء المغربية في ميزان واحد ولا يمكن أن يكون دفاعنا عن الصحراء على حساب القضية الفلسطينية جئنا اليوم في حزب التقدم والاشتراكية لنقف إلى جانب باقي مكونات الشعب المغربي ولنقول بصوت عالي لا لهذا العدوان الصهيوني الغاشم العدوان على غزة العدوان على باقي المدن الفلسطينية العدوان على الشعب الفلسطيني العدوان الصهيوني الغاشم الذي يريد القضاء على القضية الفلسطينية والذي يستمر اليوم بجنوب لبنان بتواطئ من قبل المنتظم الدولي وعلى رأس ذلك أمريكا مع الأسف اليوم نلاحظ كيف أن هذا النظام الصهيوني يواصل هذا العدوان دون حسيب ولا رقيب ومن أجل ذلك راحتهم هذه التعبئة الواسعة الدلة على أن الشعب المغربي في أعماقه يرفض هذا العدوان ويقف إلى جانب الشعب الفلسطيني واليوم أيضا الشعب اللبناني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر